بمعنى أنهم لا يتأثرون ولا يؤمنون بإنذار ولا بتخويف ولا بتحذير هؤلاء الذين لا يؤمنون يشمل نوعين من الناس الأموات سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الذي يموت في بدنه الموت هو نوع من الانقطاع عن الحياة والإنسان الميت في بدنه لا يستجيب لكلام لا يستجيب لتحذير لا يستجيب لإنذار ميت فاقد للإحساس فاقد الشعور للفكر القسم الثاني وهو المعني في الآية المباركة هم المعاندون المعاندون في أبدانهم أحياء يعيشون مثل الناس أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتكلمون يضحكون يبكون يؤمنون ولكن أرواحهم ميتة أرواحهم فاقد للإحساس فاقد للشعور فاقد للفهم قلبهم متصلب عقولهم متجمدة مشاعرهم منتهية لا إحساس لهم فهم أموات الآية تقول لا يؤمنون الذي لا يؤمن في مقابل الإنذار في مقابل التخويف مقتضى الطبع البشري أن الإنسان إذا خوف يخاف وإذا بشر يستبشر ويفرح إلا أن هؤلاء ينذرون ولا يتحذرون هذه صفة الميت الذي عقله يموت وقلبه يموت وضميره يموت